بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من أميكم الصلاة والصيام والقيام وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام أيها الأحباب الكرام احمدوا الله على عظيم نعمه واشكروه على عظيم فضله واحمدوا الله على هذه النعمة نعمة الإسلام احمدوا الله أن هداكم للإسلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أيها الأحباب الكرام نعم الله لا تعد ولا تحصى قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن من أعظم النعم ما يوجد في هذا الدين من المجالات التي ترقي بصاحبها من درجة إلى درجة ومن حال إلى حال يقربه إلى الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الحياة كلها حياتك صلاتك مماتك لله جل وعلا ومن النعم التي يمكن أن يتفكرها الإنسان ويتذكرها وما أسبغ الله سبحانه وتعالى من هذا التوفيق لعبادته سبحانه وتعالى les frères et les sœurs louez الله سبحانه وتعالى pour ses bienfaits sur vous remercie الله سبحانه وتعالى et sachez que vous n'allez jamais arriver vous n'allez jamais arriver à dénombrer les bienfaits d'Allah سبحانه وتعالى sur vous et parmi les bienfaits d'Allah سبحانه وتعالى sur nous c'est justement qu'on soit qu'on soit guidé vers cette lumière de l'islam et parmi les bienfaits d'Allah سبحانه وتعالى qu'on trouve dans cette belle religion c'est ces différents domaines qui nous font ces différents domaines de bien qui nous font que nous rapprocher d'Allah سبحانه وتعالى à lui la puissance et la gloire Allah سبحانه وتعالى dit dans le sens du verset en s'adressant au prophète عليه الصلاة والسلام et c'est un message à nous tous dit ma salat mes actes de dévotion ma vie ma mort appartiennent à Allah et il n'a pas d'associer le seigneur de l'univers et il n'a pas d'associer nous n'a pas d'associer le seigneur de l'amour le seigneur de l'amour il n'a pas d'associer le seigneur entre eux وأن أن تكون الأسفل في الوصول هو المتحدة لنظرون سيديك أن يكون هذا الوصول لذلك يقول إنها سيدة عائشة أم المؤمنين على طبيب الله سيدي أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَدْوَمُهَا وَإِنْقَلْ أو كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَةُ وَسَلَامِ C'est pour ça que la mère des croyants, السيدة عائشة, la mère des croyants, عائشة رضي الله عنها, qu'Allah soit satisfait d'elle. Elle nous a dit que le prophète, un jour on a posé la question, le prophète عَلَيْهِ السَّلَةُ وَسَلَامِ en lui posant la question, quelle est la meilleure action la plus aimée auprès d'Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Il a dit le prophète, صلى الله عليه وسلم, c'est celle qui dure dans le temps même si elle est minime ou elle est petite. الْعَمَلَ الصَّالِحِ مَا تَعَوَدْنَا عَلَيْهِ مِنْ قِرَاءَ تِي قُرْآن وَقِيَامْ لِلْلَيْلِ وَسِيَامْ وَكُلْ أَنْوَاع وتصوم في غير شهر رمضان وتقوم في غير شهر رمضان وتقرأ القرآن أو تحاول أن يكون لك ورد كما كان لك في شهر رمضان يكون لك ورد تقرأه في غير شهر رمضان تقرأه في غير شهر رمضان وهكذا كل أنواع بر لا بد لك من الاستمرارية في العمل والدوام لذلك الله سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ الْيَقِينَ هو الموت أي أنت لازلت في عمل تعمل على عمل الصالح إلى أن تلقى ربك جل وعلا donc les frères et les sœurs tout ce que vous avez appris comme habitude dans ces différents domaines de bien que vous avez pu accomplir tel que la lecture du Qur'an du Coran tel que la prière nocturne tel que le jeûne essayez d'avoir un travail ou une œuvre constante en dehors de Ramadan essayez d'avoir aussi essayez de jeûner quelques jours pour Allah subhanahu wa ta'ala et le jeûne va vous faire éloigner de l'enfer comme il nous a confirmé le Prophète عليه الصلاة والسلام essayez d'avoir aussi une partie du Coran à réciter tous les jours en dehors de Ramadan pas seulement pendant Ramadan vous savez Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à notre guide à notre maître le Prophète عليه الصلاة والسلام en lui disant adore adore ton Seigneur jusqu'à la mort jusqu'à que tu quittes cette terre jusqu'à que tu rencontres ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala n'amn لا تكن مثل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن المنبتأ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار في الحديث أن الإنسان يأخذ من العمل ما يطيق خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل أو كما قال عليه الصلاة والسلام خذوا من الأعمال ما تطيق خاصة في النوافل إذا أنت في شهر رمضان شيء عادي أن الإنسان يبذل جهد ويشتهد أكثر فأكثر لكن لا تقطع القيام فقط بتوديعك لشهر رمضان لا تقطع قراءتك للقرآن فقط بتوديعك لشهر رمضان وخذ النصيب الذي تستطيع أن تتحمله لا تحمل نفسك أكثر بمعنى أن الإنسان قد يسير في يريد أن يقطع مسافة معينة ويأخذ الدابة أو الراحلة أو المركوبات الحديثة هذه فيحمل الدابة أو الراحلة ما لا تطيق أو مثلاً السيارة الحديثة المركوبات الحديثة يمشي بسرعة مذهلة حتى يتلف المركوب يتلف المركوب أو يهلك الدابة فلا هو قطع المسافة ولا هو أبقى على مركوب فنظر إلى هذا التصوير الذي يحرس النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الصحابة يعلمنا كيف نتعبد وكيف نعبد الله سبحانه وتعالى وكيف يكون العمل مستمر وغير منقطع إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى فقط خذ من الأعمال ما تطيق كنف من الأعمال ما تطيق Les frères et les sœurs Il y a un proverbe qui dit qui veut aller loin ميناسة بيان سأمونة qui veut aller loin ميناسة بيان سأمونة سواء الله سبحانه وتعالى 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 كمتابة في العمل هذا يسأل على ما تفعل افتح مثل في المدينة هذا يمتح لأنه المدينة لكن في المدينة كمتابة في المدينة في المدينة كمتابة في المدينة يمكنك تستطيع تصباب هذه النسائل ولكنك كلمان أسراب أن نستطيع عليك لتسناول، لتسناولانا تستطيع انتخل صحيدة وكما يحصل تقليل لكك فلم يبقى الأسراب الثاني عندها بنية تماميين وكما هذا هو بسبب التنسيط نحن ، لدينا محددة ، ون يجلبوا ، يقولون ، سيدي ، فقط يزال ، ويجعل ، ولم يحصل ، ويضا ، لم يكن أفضل ، فقط انتبعي ، ولم يحصل ، وليست ، لكن الانسابة ، أعتقد أن العام التي تدعونها ، فقط ، لا تنعم تدع ، لابه 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 حتى 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 في المحبة خلية كما ترمى سوف تفعل خلية الأسفلية هو تريد أنك يكون اللعبة إنه يحبها تريدين ترحب على قريب على المدارة مثل كل ترحبه في العمضان تقوم بعمل بعض المدارة تقوم بعمل بعض المدارة ترحب على أفضل النهائية تركوا أفضل من هناك وهذا ما نعلم وهذا ما نعلم نعلم عندما نعلم نجد رمضان وهذا ما نعلم في هذه المنطقة في رمضان نحن نعلم في المنطقة أيها الأحباب والكرام يتعلم الانسان من هذا الشهر يتعلم المدى وما على العمل الصالح أنتم ربما أغلب الناس كان عندهم ورد في هذا الشهر الكريم شهر القرآن فلا تقطع صلتك بالقرآن بعد شهر رمضان خذ يا أخي القسط البسيط والقليل التي تتحمل ولكن داوم عليه والله سترى بعد سنة ربما الله سبحانه سيفتع عليك وتحفظ أجزاء أو صور ربما ما لم تكن تتوقع يوم ما أنك ستحفظها نحن بكل بساطة يا إخوان عندنا مشكل في النظام وأعي يقولها بكل صراحة مش منظمين يجيك مثلا وقت الإيمان يزيد فيه وينغمس الإنسان في العبادات وكذا ثم بعد ذلك يمل يمل الإنسان يمل والملل هو أصعب شيء ومدخل من مداخل الشيطان يصبح الإنسان يمل العبادة تخيل يا أخي هو عارب أنه في هذه الحياة الدنيا في اختبار ومع ذلك ومع ذلك يمل تدري لماذا يمل؟ لأنه حمل نفسه ما لا تطيق والله سبحانه وتعالى حتى في هذه الشرائع سبحان الله أنظر إلى هذه رحمة الإسلام أن كل هذه الفرائض يتحمل الإنسان ولا يملها وأنت إذا أردت أن تأتي بالنوافل والأعمال الصالحات فأخذ فقط القليل وداوم عليه وأسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والسداد وأسأل الله سبحانه وتعالى لك قبول العمل فقط فقط داوم على العمل الصالح ما بقي إلا ثلاثة أيام من شهر رمضان ونحن نودعه هذا الشهر الكريم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما أودعنا فيه من أعمال صالحات وإن قلت أسأل الله سبحانه وتعالى وفي عليائه ونحن بين يديه أن يتقبل منا صالح الأعمال أسأل الله أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام أسأل الله أن يجعلنا من الذين وفقوا لقيام ليلة القذر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا الشهر الكريم ممن قبل الله منه سيامه وقيامه ودعاءه أسأل الله سبحانه وهو في علياء ونحن بين يديه أن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين ومن المرحومين أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المواعظ وأن يجعلها في ميزان حسناتنا إنه ولي وذلك والقادر عليه لا إلهي